بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأمري يا رائم المرسلين أما بعد الفعل ذب الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلى الله عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أالك و BE lُسحبه يا سيدي Bebe بلله صلى الله و ملعبه محمدا و االه و أصحابه و سلم والرحياة فقط سنافت و السلام على أن إنه وادي 소리 و لديه خ resistance تعني دعني في دعود شريف أمان هذا هو تحديثنا إلى نموظم الله عليه الصلاة والسلام هذا هو معنام نموظم الله عليه وسلم كلام يستطيع ان تحسن نفسه يجب ان تحسن نفسه كثيراً كله يوم إن شاء الله تعالى كلامنا يجعل جيدة إن شاء الله منذ الوقت الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن الشريعة النبي عليه الصلاة والسلام تبقى دائماً ويساعدون أن يفعل ذلك إلى اليوم القرآن هذا الشريعة لا يستطيع أن يبقى في الماضي كان هناك نصح تبقى وصلة حساسة طورة ثلاثة حساسة أسنانا اعتقد انجر لزمانة وحيات ووقاة تختار و لا يستطيع أن نظر وقت الرسم الماضي يمكن أن يكون الله جلاله و لا يستطيع أن يساعد وشكل من ملاحظاته القرآن ولكن رسول الله عليه الصلاة والسلام و شرية المحمد هذا سيستمر سيستمر حتى يوم القرآن بعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسرى صحابة كانت في مدينة مدينة ولكن حتى قبل قرارة تسرى 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 قرارات لزول الله سلام لنا جنازات فعند تسرى ت Leh ما خแลست تشهر تسرى تسرى تمومز بال família نريد أن تعرف ما هذا كان مهمة إمامة من سيكون المسلمين بعد نبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة كانت كثيرة هذه المهمة كانت كثيرة جدا أنه كانت أكثر من أشياء حتى من المسلمين برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحابة ، بأنهم دعوا هذه المهمة أولاً يجب أن نقوم بإمامة ثم يجب أن نقوم بإمامة وقوم بإمامة من المسلمين من صحابة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كانت أمير المؤمنين وخلائفة أول بلا فصل لذلك نبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نقوم بإمامة من المسلمين أولاً أهمية المهمة كانت أمير المهمة وإمامة وهذا نقوم بإمامة من المهمة بأس الأمر بإمامة من المهمة بإمامة من المهمة لأننا نقوم بإمامة من المهمة يدعمت بإمامة من المهمة يقوم بإمامة من المهمة إمامة بإمامة من المهمة الإمام يمتلك الزكاة والصدقاء وقد يستخدمها عندما المسلمين لا يستطيع أن تجد شخص من أحد يجب المعمل من الإمام الإسلامية يجب أن يجب أن يجب أحد يجب أن يجب أن يجب عندما كل هذه تحضير الموضوعات التي تؤثر الإمامة كبير تجربة الإسلام الإسلامية 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 ملتقاً is this the responsibility of it's the responsibility of the الإسلامic government in the absence of an Islamic government many of these akkam of sharia we are unable to implement does this mean that they have been waived or they have been abrogated and cancelled no the obligation still stands on the obligation stands on the shoulders of the ummah and who is responsible for this المترجمات الأسفلية مباشرة أحل الحل والعقد الناس منذ ومنذ الإسلام والمترجمات الإسلام المترجمات يجب أن يصل إلى هذه المترجمات على تدخل إمام لنظام المصطفى المسلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمة قلوفة قلفة هذا السيطان لا يوجد في العالم اليوم ولكن هذا السيطان كان في الوقت خلافة الراشدة سيدنا أبو بكر صديق سيدنا عمر الفاروق سيدنا عثمان الغني سيدنا عغير مرتضاء رضي الله تعالى عنه وهذا يمتلك المساعدة الإسلامية بعض الناس يقولون بأن موليين و إمامين لا يجب أن يجب أن يجب أن يجب أيضًا سمجد في قبل صحة الإسلامية Environment لمن LISA للهل اكبر هذا مكثل حال القابل لك أنه يجب أن 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 تساعد وسلم أن أخبرتك المجتمع بشكل قائل وأنا سألتك لكم لماذا أولاً أخبرتني أن صحابة كانت ملتقاً في مجتمع والمقرار والمقرار كل الافتة راشداء تقرأت الحياة إسلام ليس للمساعدة ليس للمساعدة فقط تقرأت على صلاح تقلأت في مقرارك وذلك تقلأت بجانب ومتلأت بجانبات تقلأت الحياةً بجانبات وشعركات وشعركات تقلأت عامل لكن إسلام كانت تقلأ تقلأت عامل تقلأ مكان عن طريق موجودة فيما أنها تقلأ 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 وتقلأ بسبب كانت علماء والناس التعليمات في النهاية يجب أن يتحدث عن الأشياء التي يتعلق الناس المسلمين اليوم وإذا لم يتم إعادة في القرآن وحديث في النهاية فهم لا يتطلقوا عليهم. لذلك يمكن أن هذا التعليمات على التعليمات التعليمات. الآن، أين يتحدث عن رؤية التعليمات في النهاية ومقرارات؟ الآن أريد أن أخبركم ما حدث في الماضي في الماضي. ماذا يفعل الماضي مع رسالة؟ هناك مجموعة التي كانت تصميم بسكولارية. بعض سنوات قبل، سكولارية هي تصميمة أن تصميمة لا تصميمة ومقرارات. تصميمة تصميمة التي تصميمها في أمامك، فيما إبعالك، فيما تصميمات في حولك، وكذلك في وصفاتك جميع جينة، ولكن الرجال لا يجب أن يكون على المجموعة في التصميم م Hoochi. هذا هو ما كيفية تصميمة. لذا، جبما أن الأمور لمعبارات تصميمة تصميمة، بسيطن عفواجات انتخذ العفر، العفر والمقر وكبراءة العربي، وهذا ما يدرسل على خرسانية في المدينة. الآن ترى في أوروبا لا يوجد أيضاً إلى المساعدات. وهي تنبذلون ومساعدون هذه المكان. لذلك ما يحدث في المسلم المسلمة؟ ما يحدث في المسلم المسلمين. المسلمين الذين يحبون مختلفة من المسلمات. كمينات سوشيليم مسلمين اشطاء تباتل وما Dinama نقرطي انطم فيدع ما رائع انطم فيدع رسولة انطم فيدع نبي صلى الله عليه وسلم تضع من تشبدها بقوم فهو منهم اشطاء من تشبه انطم فيدع انطم فيهم نسخة انطم فينا ما رائعنا نحن نشاط انطرح نفسنا ورقاء ورقاء نبی نسخة ورقاء الله عليه وسلم نVE علامنا هي القرآن الكريم والذهاب القرآن والتأكيد وهم اعتقدم لذلك اللعبة المسلمين يجب أن تفهم بأن عملية هم سؤالك يجب أن تفهم لكي يتفحم وتعالى انجم الربرات والمسلمين يجب أن تتحدث لتحدث هذا المدل وراء بهذا صدق محمد وهذا صدق محمد يجب أن يحدث على القرآن و الحديث ويحصله لي يمكنك جيدة لإنسان بإمكاني أعطabil القفار أعطى كل المسيح أعطى john خلف الله أعطىار رقم لا سنkesه الله سبحانه وتعالى وإن كما ترغب لك الله سبحانه وتعالى اللهم يجب slip إلا 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 الإلا إلى اللهم حسنا لماذا لماذا ترغب فى در؟ لماذا لماذا ترغب؟ السلام على النib 1984 لك لماذا يلا تكلم في المسلمين عن اعضو medida إلى سلطان صلو التمآ الأيبي رحمه الله عظم محمد رحمه الله عورو زعيم الله عج Buонч أتمر المحمد الفاتحritos ما حقا sim säiver م mobحمد رحمه الله وهم لم تكن اصدقائه بنا وهم جميعاً مع المسلمين لكننا نرى المتحدث عن المسلمين اليوم من المسلمين بأن فيما أن ملتنى المسلمين ومتنى لقصة المسلمين في تركيزان مثلاً المسلمين من المسلمين بلغاناً في كشمير Over 100 days have passed And the curfew of Kashmir is ongoing Has anybody answered their calls? We are doing protests in the UK and across the world Has anybody answered these people's calls? Then that is Yemen Palestine just the other day Israel bombed Gaza again May Allah Ta'ala destroy the oppressors May Allah Ta'ala grant us pious, righteous leaders Who can stand for deenul Islam All these issues which are erupting in the world today Are the reason behind them Is Muslims leaving the principles of Quran and Sunnah We do not want a proper Islamic governance We do not want shariah We want the movies We want the music We want the free mixing We want our children to go to the cinemas We want our children to busy themselves in football And to pursue other careers What is the last career that a Muslim wants for his child? To become a mulwi Don't become a mulwi Okay This is the mentality within Muslims And I mentioned the word mulwi It has many negative connotations in our zamana People say mulwi in a very disrespectful manner as well And sometimes when people look for causes to blame for the problems of the ummah Many times they blame mulwi Mulwi has a rat kar gaye yaar Khaad hain ba ese Or Is tara ka kaam kar gaye yaa Is tara ka But you need to understand That when the kuffar When the British Wanting to destroy Islam The first institution they needed to destroy Was the institution of ulama And knowledge primarily And to leave Muslims ignorant Tell me when a person A Muslim is born Who do you call to do the azan Mulwi ki zarurat When you have a marriage and you need a nikah Mulwi ki zarurat Talaqa basla Mulwi ki zarurat Namaz parani hai Mulwi sahab khaan hai Bacchou goa quran parani hai Mulwi sahab khaan hai Yeh cheez halal hai Yeh haram hai Mulwi sahab bata hai Every aspect of life Allah subhanahu taala mentioned in quran Fas'aloo Ahle vikri in kuntum la ka'alamun Ask the people of knowledge If you do not know Allah Such is the maqam of ulama And what are we doing? People are slandering ulama People are saying These ulama are extremists These ulama are muppies I can see these comments These ulama Are turning people away from Islam Allahu Akbar Ulama What does Nabi sallallahu alayhi wa sallam say? Al-ulama warasatul anbiya Subhanallah Ulama Anbiya al-e-musulatul islam ke bares Subhanallah 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 Ulama wa umati ka anbiya'i bani israel The men of knowledge The scholars of my ummah Are like the prophets of banil israel Subhanallah May umat ke ulama Banil israel ke anbiya'i tamam Subhanallah 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 Then what does this in turn do? It creates turmoil and chaos within their minds And it creates distance from the true teachings of Islam and the true teachings of Iman Muslims today unfortunately many are unaware of basic rulings of Islam How to perform hudhu properly? How do you pray namaz properly? You know how to fast properly what breaks the fast and what doesn't and basic matters recitation of the Holy Quran which is for the main reciting the Holy Quran with Tajweed These basic matters Muslims have forsaken and Muslims need to turn back to learning about the life and the seerah of Rasulullah Alayhi salatu wassalaam Our gatherings need to be beautified with these things These matters fall under for the ulum Those matters which are obligatory And I mention often and I will mention again parents need to take a foremost role A leading role in this Wallahi Allah mentions this in the Holy Quran Ya ayewa allathina amanuqu anfusakum wa ahlikum nara O Muslims, O people who believe Save yourselves and your families from the fire And this primary duty is on the parents We are seeing in schools now They are implementing RSE Relationships And sexual education And in this they are going to be teaching all kinds of you know un-Islamic and immoral concepts to children even as young as four and five Those of you who have children in your schools Can I just have a show of hands How many of you have been to speak to your school about this matter? Allahu akbar I can only see one at your hands Allahu akbar Wallahi we need to wake up and we need to engage with our schools This is the fault Ask your children and ask the teachers engage with the schools Now the government has made it a policy that these things have to be taught About gays, about lesbians And other absurd things such as even you know touching yourself And matters which are really you know immoral and lewd These things are being taught to children as young as four and five in certain schools in the UK But alhamdulillah one thing that schools have a certain amount of leeway The head teachers have a certain amount of freedom in this How much to implement and how to implement So in this regard They are obligated by law to consult with the parents So if the parents are going to stay at home Are not going to engage with the schools Then they will teach whatever they wish So please we did give out withdrawal letters a few months ago But what I will mention again now is That parents need to engage with the teachers of the schools You need to go to them, speak to them And raise your concerns if there is anything which you see Or anything which you hear which is immoral or incorrect You have to do whatever is within your capacity But if you do not do anything Then Allah subhanahu wa ta'ala will hold us to account on judgment day Allah subhanahu wa ta'ala will give us all the tawfiq To raise our voices and speak for the truth It's coming close to the time of voting and elections as well And many people are calling for votes and calling for the election You know for themselves to be elected Let me just make one thing clear All of the major parties are pro-LGBT And one of the Labour MPs His name is Tahir Ali And he's from Birmingham He actively supports the teaching of relationship sex education in schools So this is the state of many of these politicians In fact when this matter was being raised And Muslims were very concerned None of the so-called Muslim MPs spoke for the rights of parents This is something very clear One politician, Roger Godstiff Roger Godstiff, his name is from Birmingham He is a non-Muslim But what he did was he spoke for the rights of parents And he was even removed from his position But it shows that some people Their morals mean more to them than money But for others they will sell their morals And sell their religion Just for a little bit of money But Allah subhanahu wa ta'ala Will question us on the day of judgment And I especially give a message To those people who do have a position And role even in government And in politics That not to compromise your religion and your faith And to put our children first To put the iman of the future generations first And the concerns of Muslim parents first This is extremely important in our society Because we live in a free society They say it is a free society And it is a democratic society And we as Muslims We are law-abiding citizens We've paid our taxes in this country Our forefathers have worked to build this country And you want to know even in the war In the first world war Second world war Many Muslims were martyred as well Fighting And many Muslims were used To fight in these wars as well By the colonialist powers So we should not sit back And remain silent But don't do it with violence Do it in a peaceful manner In a civil manner And first and foremost The best way to do it Is to engage with the teachers And the head teachers Of your schools And to let them know Your concerns And of your religious And moral reservations Of these certain things Which are being taught In these schools So Allah subhanahu wa ta'ala Give us all the tawfiq To speak the truth And to raise these matters And raise these issues And Allah subhanahu wa ta'ala Read the Muslims of oppression everywhere Our duty is At every instance To speak on their behalf We do not have the power And ability We do not have the army We do not have power Or arms Or government To take any further action But that responsibility Falls on the shoulders Of scholars and leaders To come forward Muslim countries To unite And to stand against the kuffar Who are oppressing Our brothers and sisters In East Turkestan Our brothers and sisters In Kashmir Our brothers and sisters In Yemen This can only be achieved On a higher level But what every single Muslim Must do In his own capacity Is to raise this awareness And to raise this awareness Amongst Muslims That we must establish Nizam-i Mustafa Nizam-i Mustafa That is the sharia Of Rasulullah Sallallahu wa ta'ala If we are going to become Part-time Muslims And only want a little bit What we like And leave the rest Then we are going to have to face The music And that music is Such as Babri masjid being demolished And the decision being given That it's going to be A Hindu temple A masjid A place which is masjid And has been used As a masjid According to our sharia That place That place can never be demolished And that place Shall always be the house Of Allah Subhanallah Why are we powerless To implement this law of Allah And his Rasul Sallallahu alayhi wa sallam We need to go to the roots Okay It's easy to Call for change Within the system But when the system Itself is against Allah And his Rasul Sallallahu alayhi wa sallam Then when you remove one leader Another one will come He will be He will be bad Or even worse Another leader will come He will be even worse What do the Muslims need to do They need to get rid of the systems And replace them with the system Of Quran and Sunnah That is the only solution To get rid of the problem From the roots Allah subhanahu wa ta'ala Give our ulamah of Pakistan And our ulamah of the Arab world And elsewhere The ability to raise the word of Haq And Allah subhanahu wa ta'ala Assist them And assist us all In raising the word of truth Allah subhanahu wa ta'ala Protect us and our children Wama alayna Illal bala'u al-ghirma Thank you